اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اين حمل العصفور النبتة؟ حمل العصفور النبتة لتشاهد الدنيا بماذا اعجبت النبتة في البداية؟ اعجبت بالبيوت والأشخاص والحيوانات اعجبت بالبيوت والأشخاص والحيوانات مع مرور الوقت بماذا احست النبتة؟ اذا بماذا احست النبتة مع مرور الوقت؟ احست بالبرودة تسري في جسدها احست بالبرودة تسري في جسدها لماذا احست النبتة بالبرودة؟ لأنها اقتلعت من الأرض ما موقفها عندما احست بالبرودة؟ ندمت على قرارها الخاطئ على قرارها الخاطئ على قرارها الخاطئ اذا اين حمل العصفور النبتة؟ حمل العصفور النبتة لتشاهد الدنيا سمحوني ما كتبها لكم شاناية الكتابة حمل العصفور النبتة لتشاهد الدنيا بماذا اعجبت النبتة؟ في البداية اعجبت بالبيوت والاشخاص والحيوانات مع مرور الوقت بماذا احست النبتة؟ احست بالبرودة تسري في جسدها لماذا احست النبتة بالبرودة؟ لأنها اقتلعت من الأرض ما موقفها عندما احست بالبرودة؟ ندمت على قرارها الخاطئ اذا كان هما الأجوبة هذه الأسئلة عندما تخيلنا أن العصفور تقسانع من طرف النبتة بحملها إلى مكان ما نمر إلى السنتج لتكملة نص سردي أفهمه وأتعرف عناصره وبنيته ثم أكتب خاتمة له لتكملة نص سردي كنفهموه وكنتعرف على عناصر ومن بعد كنكتب خاتمة له أنجز أثم الجزء الثاني من نص النبتة الصغيرة أثم الجزء الثاني من نص النبتة الصغيرة بعد الحوار أقنعتي النبتة الصغيرة النهرة بحملها معها أنجز تكملة لهذا الجزء باستثمار ما اكتسبته في تكملة نص سردي المطلوب مننا هنا أننا نجز تكملة نص سردي لهذا الجزء وهو الجزء الثاني بعد الحوار أقنعتي النبتة الصغيرة النهرة بحملها معه أقنعت النبتة الصغيرة النهر بحملها معه فوافق أثناء رحلته مع عفوا وعجبت النبتة بالحقول الخضراء والجبال الشامخة وفجأة حست بالبرودة الشديدة تسري في جسدها فطلبت من النهر أن يلقيها على الضفة لم تتمكن النبتة على النهوض على ساقيها حيث أدركت خطأ قرارها المتهور الذي قضى على حياتها أقنعت النبتة الصغيرة النهرة بحملها معه فوافق أثناء رحلتهما أعجبت النبتة بالحقول الخضراء والجبال الشامخة وفجأة حست بالبرودة الشديدة تسري في جسدها فطلبت من النهر أن يلقيها على الضفة لم تتمكن النبتة من النهوض على ساقيها حيث أدركت خطأ قرارها المتهور الذي قضى على حياتها لنعيد إذن لنعيد أقنعت النبتة الصغيرة النهرة بحملها معه فوافق أثناء رحلتهما أعجبت النبتة بالحقول الخضراء والجبال الشامخة وفجأة حست بالبرودة وفجأة حست بالبرودة الشديدة تسري في جسدها فطلبت من النهر أن يلقيها على الضفة لم تتمكن النبتة من النهوض على ساقيها حيث أدركت خطأ قرارها المتهور الذي قضى على حياتها إذن كما قلنا هذا هو تكملات لهذا الجزء باستثمار ما كسبناه في تكملات نصر ذي سابقا عن طريق الأجوبة على تلك الأسئلة السابقة في أكتشف وأتدرب معفوًا إلى آخره إذن أعزائي عزيزاتي الكرام متابعي قناة إكورشاد لكن هذا هو الفيديو اليوم التعبير الكتابي الوحدة الرابعة الأسبوع الأول والثاني بعنوان تكملات نص سردي صفح رقم 129 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي إذن أعزائي عزيزاتي الكرام تمنى أنكم تكونوا استفدتم معنا في تكملات نص السردي اللي في الفيديو دي اليوم وأنتمنى أنكم أشتغلنا عليكم إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله دمتم في رعاية الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر